هو الهدف من التركيز على نقطة هدية كيفما قلت هو أنه رانا بصدد مقاومة ناضجة تعرف الأهداف متاحها ومستشرفة في رأيي أنا حتى ردة الفعل لإسرائيلين لأنك جبت على نظرية الضاحية لأنهم يعرفوا جيداً أنهم بش يتوجهوا للأماكن المدنية وليقصفها بشكل مركز قبل القيام بعملية الاشتياح يعني اللي بش يصير ما يسمى بنظرية الأرض المحروقة هي نفسها الحكاية بش يقع يعني كثير من النيران بش يقع سكبها بعدها من جميع الاتجاهات قبل المرور إلى دخلة من الدخلين وين بش تسير وين بش يدخل وذلك موضوع آخر لكن أبو عبيدة قال جاءوا بالبارح قال نحن ننتظركم هل نقا ديش ننتظركم في رأيي الأهداف المعلنة الإسرائيلية اللي هي ناتج على عمق الصدمة اللي صارت نهارة 7 أكتوبر في أنواكها وانتهي انتهينا مع حماس لا يعني اللي هما قادرين على تنفيذها تهديدات هذية حتى بضرب المدنيين والهنين جيل النقطة عليش أنا جبت هذا كل لأنه أبو عبيدة كش بد موضوع المدنيين والهنين الجدل حول الموضوع هذي لأنه هو بش توالي معركة مفتوحة انتي تقتلي في المدنيين وتو كنت نقر في مستشار الأمن القومي والأمريكي للسياناني يقول حتى نحن زادة عنا مشكلة مع قتل المدنيين في غزة لأنه شوف بش تجرى معركة متاع صور متاع مدنيين هنا والمدنيين معانا ده بش توالي الطرف الفلسطيني قال لك ليه أنت كترفاشي أنا ما عاش نتعامل معك بنفس الطريق أنا بش توالي نتعامل معك بأنك المدنيين أيضا هي طرف موجودة في مستوطنات حسكرية وأنا نتعامل معهم كأهداف مشروعة وهذا هو اللي صار هو حتى للرقم اللي اعطيته هايرتز ضخم عشرة في المئة من سكان يعني تم استهداف قتل عشرة في المئة من سكان الغنيف هذي مستوطنة أنتو نرجع للرئيس من بعض التاريخ الناس أما هالمستوطنات حساب المستوطنين هذي رقم ضخم هذيه واذاك عليش أنه طرف الإسرائيلي بش يمشي موضوع الاشتياح بش لكن الطرف الفلسطيني قال لك المقاومة قالت لك قتلك أنا واحد من الناس أنا بش نوالي طارح موضوع الرهائن مش بالضرورة للتبادل اخذيتهم في الأساس للتبادل لكن مش بالضرورة للتبادل تقتلي أنت مدنيين بش نقتلك مدنيين أنا ما عنديش طيارات بش نمشي نعمال لك آآ معناتها غارات على المناطق السكنية في آآ مكن أخرى في مدن أخرى هي مش نعمل نفس الشي هي إعلان نظرية الضحية من جانب الأخر هاو من الأخر الشي بشي سيرتاو من طرف الفلسطيني النقطة الأخرى هي في علاقة بالداخل التونسي في علاقة بالموقف الرئيس موقف الرئيس على السقف بارشة نحن تحدثنا على موضوع كل فلسطين آآ سابقا وعودها وأصر عليها في البيان وعودها البارح في الاجتماع آآ السقف عالي جدا في الموقف الرسمي التونسي ومش بالصدفة أنه السقف العالي هذا يجلب دعم كبير ومنجموش نكونوا بأي شكل من الأشكاله ومنجموش نقلوا من أهمية الموقف هذا موقف كبير ورمزي وأول مرة يصير على مستوى الموقف الرسمية للدولة التونسية مع عمرو مسار موقف رسمي يتحدث على كل فلسطين وتحرير كل فلسطين نحطه على جنب تعليق وعلى المسألة المصطلحات غلاف فلسطين والرشقات تستعمل فيها حتى المقاومة الفلسطينية كلمة الرشقات عندوا موقف منها هو كانوا يقول لهم ما تستعملوا شراشقات تستعملوا قصف داخل حتى في المعركة الرمزية الاتصالية براتيك مو متاع الموضوع يوريك تشبث وانغيميسوا في الموضوع حتى من ناحية وجدانية يعني ما غارق فيه هم جانب اموسيونال هاي فاما غارق لكن الحاجة السقف هذيك متاع كل فلسطين هو حتى الموقف الجزائري اللي تسمى موقف واضح داعم للمقاومة يتحدث على الشرعية الدولية و 67 معانتها يعني هو أكثر أعلى موقف رسمي هنقولوها معانت هذا هنه هنه شنوه أولا ما فاميش تدعيات مباشرة بالضرورة المبادح المفاوضية الأوروبية تتحدث على أنه نحن ما نشبش نستغل نسترجعوا كل فلوس اللي رفضتوهم ومزلنا منفتحين للمفاوضات يعني خلنا بدأوا من هنا خلنا بعض ينجم يقول آه كذا بش ندخلوا في حيط بشوي بشكلفنا غالي هذا الموقف في المقابل الموقف هذية منسجم مع التعديل المتدرج للموازين القوية اللي تعم فيه المقاومة يعني في النهاية شنوه هو كيقول لك أنا كل فلسطين والشرعية الدولية معاش معني بها وعودها حتى البارح يعني حل الدولتين في شل يعني ما يجبنا نطلقوا من التشخيص هذية العمل السياسي على حل الدولتين في شل تي هو حتى محمد بن سلمان كيعمل الحوار بتاو ودولة الاحتلال هيا هيا صوت بالفشل للفشل الأوسط اي هو حتى على الطرف اللي تحب تطبع معاش بتحدي حتى على حل الدولتين معاش ما تروح كخيار وبتاريكي معاش ما تروح كخيار يعاوض عالي الصقف يعاوض عالي الصقف كبير بارشة ضح وفي مستوى عاوض عارش هل هو مدرك بالضرورة لهل هل 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 ه بتوازنة كبرة يا سيدي. وهذا مهم جدا. وقاعد يسمع له فلسطينيا. كما قاعد يسمع له في الطرف الاخر زيدي. انا يظهر لي هذي يجب تسجيله. حتى البارح الدعوة اللي حكاية موالدات الكهربائية وكذا وانو مش مشيه. ليه مش حكاية. ليه يزم حاجات اقوى. هل الطرف المصري بش يخلي و بش يسمح بهذا. ليه موضوع اخر. الداتولي كان مصر تاوي بش تبقى روحها تحت ضغوط متزايدة متصاعدة. كل ما يزيد قصف اسرائيلي. بعد قصف دولة احتلال. وفهم التهديئ الاسرائيلي لضرب المصار واللي بش حاولوا ينقل وكذا. مصر بتبقى روح في موقف محرج في الايام والاسابيع القادمة في علاقة بالنقطة. منذ لاحظات معز ابو عبيدة اللي هو الناتق باسم كتابل القسيم يقول ردا على جريمة تهجير العدو لأهلنا واجبارهم على النزوح من منازلهم في عدد مناطق من قطاع غزة فاننا نمهل سكان مدينة تعسقالين المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم وقد اعذر من انظر. شفت هذي اللي نحكي فيه معز. ايه. ان ورانا للند للند. اهنا توا اه انتي بش تستعمل مدينة. اهنا بش تعمل مدينة. انتي هاني اغزر انا قتلك كراوكي تقصف مكان. ايه. انذروك بشكل انذر الناس قبل. كما كان مسلزين يحلوز عمزان. ايه. الفكرة الهنية هي معركة. اكيك الحرب غير نظامية يا راه. الجانب السياسي والنفسي فيها هو الجانب الطاغي. متاع انا احنا ما عادش. انا مش هنا كعبتين وكعبة. لا لا لا. قاعدين مرحلة اخرى اكثر نرج. في الحرب غير النظامية. اللي الهدف تاحها نفسي اكثر منه اي شيء اخر. ورسالة اكثر للجانب الاسرائيلي والمستوطنين. صح.